في سؤال الجمهور بلحى علي ان انا اسأله لك هترجع الاهلي ولا هتكمل في فيوتشر والله يعني انا عقدي العارة سنتين ده الموسم الاخير ليا في فيوتشر اخر الموسم طبعا اوتوماتيك بترجع للنادي الاهلي وكار بيبقى عند النادي الاهلي لكن اكيد اي حد بيتمنى يرجع بيته ان هو يبقى موجود في بيته وفي نفس الوقت انا موجود في نادي محترم وفي نادي كبير اللي هو نادي فيوتشر ولموسم التاني بنقدم موسم كويس مبسوط مع الناس الناس كلها على قدر كبير من الاحترام والاحترافية فان شاء الله اخر السنة بقى ربنا رايده هيكون لكننا اتمنى بموجود في بيتي كنا نتمنى طبعا انا هتبرد دلوقتي ان انت المدير الفني وللمنتخب خلاص خبرتيني كده اوي وهتختار معانا لا تلات لعيبة او تختار من تلات لعيبة لانا هقولك عليهم اتنين تمام هتلاعب من اساسي بقى او صعبة دي او زناتين انت كده يعني شاوي التلاتة طبعا يعني اختار اتنين انا سهلت لك انا كنت اقولك اختار واحد على فكرة بس دلوقتي اختار اتنين حجازي طبعا خبرة كبيرة وما في المنتخب قالو سنين الوينش احسن مدافع في مصر قبل الاصابة بصراحة من الفترة دي هو احسن مدافع موجود فالاختيار صعب فانا لما دارب المنتخب هلعب تلاتة هلعب بحجازي وعليمينه منعم واشماله لونش التلاتة لا انت كده دبلوماسي قوي لا مش هينفع كده مش هاخش في اجون ان شاء الله انت كده غيرت الخطة لا لا خالص والله بس بالعكس التلاتة بصراحة فحلتهم الاختيار صعب فالتلاتة هيلعبه طبعا يعني هتكتهي لعب تلاتة خمسة اتنين اه هلعب تلاتة اوه زاكي يا كبت لا لا مش زاكي زاكي ودبلوماسي وممكن تقول لي ليه اجوة ناصر برضو مين في دول يعني الى اك لا انا هقول لك عليهم بالوقت محمد شريف سيف الدين الجزيري باسم مورسي يعني التلاتة لعبهم ميزة ولعبها كويسة طبعا ولعبت عليهم فشريف ممكن يبقى شريف في الوقت الحالي اخطر وصيف وبعضهم باسم الترتيب كده ومين ممكن يخوف سعدة سمير عالميا عالميا اه كلهم فروضة جامدين اوه انا بخوفوا اي حد اخوفوا اي حد مين اللي ممكن تقول او انت نازل اصاده فيهم يعني لا فيه فروضة كتير كويسة فيه سوارز وفيه كافاني وفيه هلان طيب واجه كلمة لكل واحد من الاسابي اللي انا هقولهم لك دلوقتي محمد بركات محمد بركات نبتدي انت جبت الرأس الكبيرة على طول انت جبت الرأس الكبيرة محمد بركات نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والاسماعيلي نجم كبير في الكرة المصرية ومن اللعيبة اللي مش يتقرروا تاني في الكرة المصرية صعب خالص على مستوى الفني وعلى مستوى المهاري وعلى مستوى الشخصي يعني احنا ده أخيك كبير وكنت محظوز وتشرفت انها لعبت معاه وربنا دي من الحب اللي بني طيب أخوك الكبير ليه هاجمك بعد الترد في المطش اللي فات هاجمني؟ ما عرفش؟ ما عرفش والله هاجمك في البرنامج بتاعه؟ والله ما عرفش حاجاتين لا اكلم اقول له ما ينفعش ما يصحش تنقطع في بعض كده لا ما عرفش والله بسعادة يعني ماشا كابتن بركات طب و سيد معاود سيد معاود ده بقى يعني للناس يعني ما تعرفوش عن سيد معاود انها من أرجى للناس اللي ممكن تعرفيهم في حياتك ومن أجد عن الناس اللي ممكن تعرفيهم في حياتك على المستوى الإنساني كابتن سيد معاود ده شخصية جميلة وشخصية مخترمة وصاحب صاحبه فعلا وجدع وراجل جدا وبرضو بتشرف ان انا لعبت معاه وتعرفت عليه لحد دلوقتي على تواصل وبستشيره في حاجات كتير على المستوى الفني طبعا بقى من أعظم الباكات ليفت اللي جات في تاريخ مصر وكان دايما انت تحس ان في ناحة الشمال حل عندنا حل لو اتزانانك كابتن سيد معاود موجود عندنا عين تانية موجودة ناحة الشمال فالكابتن سيد معاود من أعظم اللي جات في ناحة الشمال زاد ان هو من الشخصيات زي ما بقولك العزيزة على قلب او يعني